موسيقى مهندس محمد اسام القصاص شركة وتد للمقاولات العامة والتولدات احنا فندم شركة انشاءات تعمل في مجال انشاءات من 25 سنة كلينا الشرف فندم نكون من ضمن الشركات الوطنية اللي شركت في تنفيذ المشروعات القومية في سينة احنا فندم اشتغلنا في سينة من الفترة 2013 وحتى الان باجمالي تكلفة 270 مليون جنيه في مجالات متعددة منها المجال الصحي والمجال التعليمي والمجال التنموي والمجال التنموي وعلى سبيل المساوي ليس الحصر فندم في المجال الصحي نفذنا انشاء مستشفى نخل المركزي وطورنا مستشفى الشيخ زوائد المركزي وايضا طورنا نقاط الاسعاف بمدينة نخل وصدر حيطان والنقب والتمد وعلى المجال السكن يا فندم جالي تنفيذ 160 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة اما في المجال التنموي يا فندم فاحنا قمنا بتنفيذ القرية البدوية بمدينة نخل بمنطقة الخفجة ومنطقة ودي سعال بمدينة سانت كاترين اشتغل معانا يا فندم اكتر من 6000 عامل غير المهندسين والمشرفين والمصانع والورش من ابناء سينة واحنا يا فندم بنوعد سيادتك ان شاء الله باستكمال قاطرة التنمية وخصوصا يا فندم بعد تسهيل دخول الخامات ومواد البناء عن طريق الانفاء اللي تم افتتاحها في عهد سيادتك يا فندم شكرا لحضرتك يا فندم مهند الصفتي غريب مدير عام التشغيل السيانة شركة ميتيوتو لمعالجة المياه شركة ميتيوتو يا فندم هي شركة رائدة ومتخصصة في إنشاء وتشغيل محطات معالجة المياه بجميع النظم المختلفة في فندم قامت الشركة فندم منذ عام 2015 حتى الآن بإنشاء العديد من محطات المياه في سيناء سواء محطات لتحليط مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الزراعي حضرتك كل ده كان بإجمالي تكلفة 300 مليون دولار و 2 مليار جنيه وعدد عمالة مباشرة و غير مباشرة أكتر من 30 ألف عامل كلهم من شباب أهل سيناء فندم حضرتك بإجمالي كمية مياه محلاة 310 ألف متر مكعب يوم قابلة للزيادة ل 640 ألف متر مكعب يوم حضرتك من الأبرز هذه المشاريع مشروع محطة شرق برسعيد لتحليط مياه البحر بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب يوم قابلة للزيادة ل 250 ألف متر مكعب يوم حضرتك ده فيه أكبر محطة لتنقية المياه الفائقة فيه يعتبر في أفريكا كلافا ومحطة العريش لتحليط مياه البحر بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب يوم حضرتك حالياً تعمل في الخدمة بكامل الطاقة بتاعتها لتغذية مدينة العريش ورفح أبير عبد والشيخ زويد وكذلك يا فندم محطة المحسنة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يوم حضرتك للزراعة ما يقرب من 70 ألف فدان بسيناه حضرتك هذا المشروع حصل على عديد من الجوائز سواء أحسن تصميم وأحسن إنشاءات حضرتك في خلال الفترة اللي فاتدي كلها يا فندم مرينا بعض من الصعاب ولكن الحمد لله بمساعدة الجهات المعنية من الدولة تغلبنا على كل هذه الصعاب وأتممنا جميع المشاريع في عزمانة القياسية يا فندم شكرا لحضرتك أشرف عبد السبيب أحمود يا فندم رئيس مجلس إدارة شركة الدمام للمقاولات الشركة بتعمل في مجال الإنشاءات مشاريع عدد المشاريع اللي بنقوم فيها في سيناء 8 مشاريع أبرزهم يا فندم مشروع إنشاء الجامعة العريش ومشروع إنشاء الجامعة التكلولوجية بشرق القناة ومشروع إنشاء 161 سكنية برفع احنا بنشكر حضرتك يا رئيس على كل حاجة عملت في عهدك وكفاية قوي يا رئيس الأمان اللي احنا دلوقتي عايشين فيه وكمان يا رئيس إنشاء الجامعات اللي تعاملت في عهدك وخلت ولادنا تدرس جنب أهلها في شمال سيناء وفي سيناء عمتاً وده جديد علينا قوي يا رئيس وبقينا دلوقتي زينا زي المحافظات التانية كل اللي بنقوله إن ربنا يطول في عمرك ويبارك لنا فيك ويديك الصحة ويخليك لمصر يا رئيس شكراً شكراً يا رئيس سليمان عبد الحميد سليمان مدير عام شركة عبد الحميد سليمان احنا حضرتك بنشتغل مع الدولة فاندم من سنة 94 في مجالات المياه والصرف الصحي نفذنا عشر مشروعات في سيناء بقيمة إجمالية حضرتك 650 مليون حجم العمالة حضرتك المباشرة والغير مباشرة ومعظمهم من أهل سيناء أربع تلاف فرض يا فاندم حضرتك يا فاندم أبرز المشاريع الخط الناقل للمنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد وإنشاء شبكات الاستصلاح في التجمعات التنموية النسيلة واحد واثنين والديفيديف في بداية الأعمال يا فاندم كان فيه سيادتك صعوبات بتواجهنا نتيجة العملية الشاملة والعملية الأمنية سيادتك والحمد لله فاندم الصعوبات دي اتزللت بفضل الدولة والحمد لله فاندم معدلات التنفيذ بقت شرق القناة زي غرب القناة يا فاندم شكرا يا فاندم حمدان محمود شعبان الأصلي رئيس مجلس دارة شركة الإسرائيل المؤولات العامة أنا بعمل في مجال الطرق شركة سينوية كان للشرف أن أشتغل مع الهيل أندسية القوة المسلحة في المشاريع القومية أنا وشركات مدنية كتير اشتغلت أبرز المشاريع القومية التي اشتغلت فيها فاندم الشبكة القومية للطرق حفر قناة السويس مشاريع الاستصلاح الزراعي بتوشكا ودلتك جديدة كان لها الشرف أن أنا أشارك في ست مشاريع في سينة إجمال تكلفة 500 مليون جنيه كان معايا عمالة مباشرة وغير مباشرة 5000 من أهل سينة أبرز المشاريع اللي اشتغلتها في سينة فاندم أعمال حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول والمحاور والطرق الداخلية لمدينة شرم الشيخ والطريق النفق شرم الشيخ اللي بيتناسب بصراها مع حجم ضخمة الأنفاق اللي ربطت سينة بالوادي فاندم بعد الوضع الأمدي لما رجع الحمد لله في سينة لطبيعته إحنا بنأمل أن شركتنا مجاهزينها بكل قوة نلقل كل قوة الشركة والشركات بتاعتنا لسينة إن شاء الله يا فاندم مستنين تحت أمر سيادتك وأمر الهيلاندسية سيادتك عايز أقول حاجة هو على مر العصور النيل كان هبت الله لمصر إحنا في عصرنا ده سيادتك هبت الله لمصر شكرا يا فاندم مهندس محمد أحمد العبد سميري رئيس مجلس إدارة شركة مكة المؤولات العامة والتجارة من أبناء محافظة شمال سينة مدينة العريش نا يا فاندم نشتغل في مجال المؤولات المتورسين وأبنا عن جد من سنة 81 اشتغلنا في عدد كبير من المشروعات مع الدولة مباني خدمية وحكومية صحية وتعليمية وفنادق وقرى صيحية شاركنا مع الدولة يا فاندم في الفترة من 2014 وحتى الآن في عدد كبير من المشروعات في سينة من ضمنها عدد خمس مشروعات بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة 3500 عامل من أبناء سينة والمقيمين فيها بالإضافة لأصحاب المصانع والمؤردين اللي بيمدونها بالخامات احنا فاندم المشاريع دي عبارة عن إنشاء 200 وحدة سكنية بمدينة سلام مصر إنشاء مدرسة ابتدائية بمدينة بير العبد إنشاء سوء الجملة بمدينة العريش إنشاء 192 وحدة سكنية بمدينة العريش إنشاء 256 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة منذ بدايتها وحتى الآن احنا فاندم اشتغلنا في المناطق دي في ظروف صعبة تحت ضغط كبير ومستمر لكن كان عندي أنا وكل زملائي يقين وقناعة إن سينة مش تتطاهر من الإرهاب إلا بالتعمير والحمد لله بفضل ربنا وبقيادتكم الحكيمة وجهود قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية بمساعدة أبناء سينة الشرفاء أنا دلوقتي يا فاندم قادرين نشتغل بمعدلات أكبر وأسرع ومكملين مع سيادتك في التنمية وإن شاء الله في عهد سيادتك سينة هتبقى زي ما كلنا بن إحلم إن شاء الله شكراً شكراً